فاطمة سر الله إنها مجمع الأسرار حينما نصلي عليها نصلي على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها الأسرار تذكر حين تذكر فاطمة صلوات على فاطمة المقام مقام إيجاز فهذه المطالب بحاجة إلى تطويل وتطويل وتطويل وهذا التطويل بحاجة إلى تفصيل وتفصيل وتفصيل وهذا التفصيل بحاجة إلى تذيل وتذيل وتذيل والتذيل هذا يحتاج إلى تكميل وتكميل وتكميل والتكميل نفسه يحتاج إلى تجميل وتجميل وتجميل ولا ينتهي الكلام نحن نتحدث عن من؟ إننا نتحدث عن فاطمة المقطع الأول مضمونه الإجمالي من أن الحقيقة المحمدية لا نستطيع أن نشير إليها لا بلفظ ولا بإشارة ولا بأي شيء من وسائل التشخيص والتعيين والتحديد فالمقطع الأول يتحدث بكل ما أورد الحديث من ألفاظ وعناوين يريد أن يوصلنا إلى هذه الغاية من أننا لا نستطيع أن نشير إلى الحقيقة المحمدية من جهة كنهها من جهة حقيقة حقيقتها فعقولنا مبعدة عنها بالضبط مثل ما جاء في الروايات في معنى فاطمة لماذا سميت فاطمة؟ لأن عقول الخلق قد فطمت عن معرفتها قطعت عن معرفتها فليس هناك من جهة ارتباط بين عقول الخلق وبين كنه فاطمة ولذا هناك قطيعة كاملة قيل لها فاطمة سميت فاطمة إنها الحقيقة الفاطمية التي أشار إليها أبو طالب صلوات الله عليه في دعائه الذي قرأته عليكم في الحلقة الماضية حينما توسل بالمحمدية المحمودة وبالعلوية العالية وبالفاطمية البيضاء قيل لها فاطمة لأن العقول فطمت عن معرفتها ماذا يعني ذلك؟ ليس هناك من سبيل ارتباط ليس هناك من جهة اتصال هذا يعني أن العقول لا تملك إشارة لا تملك صوت لا تملك أي سبب من الأسباب التي تستطيع العقول أن تحددها أن تعينها أن تشخصها الأمر هو هو في هذا الحديث الشريف ماذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه؟ إن الله تبارك وتعالى خلق اسما اسم مخلوق خلق اسما هذا هو اسمه الأعظم 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 إن الله تبارك وتعالى خلق اسما بالحروف غير متصوت ليس هناك من ألفاظ من أصوات نستطيع أن نشير بها إلى هذا الاسم إن الله تبارك وتعالى خلق اسما بالحروف غير متصوت وباللفظ غير منطق هي هذه الجملة كافية بالحروف غير متصوت لكن الإمامة ينوع التعابير لتشديد المعنى وتأكيده في أذهاننا فعينما يقول الإمام صلوات الله عليه بالحروف غير متصوت هذا يعني من أننا لا نملك إشارة مطلقا لأن الحروف أصوات ولأن الأصوات إشارات وهذه الإشارات هي مفردات الذهن والعقل للتحديد والتشخيص والتعيين والتمييز فإذا انتفت كل هذه المفردات لكن الإمامة يريد أن يغلق جميع الأبواب يريد أن يضع خطين متقاطعين على كل الإحتمالات لذا يقول إن الله تبارك وتعالى خلق اسما بالحروف غير متصوت وباللفظ غير منطق هناك دقة في التعابير الحروف أصوات بالحروف غير متصوت الحروف أصوات ما هو الحرف الحرف صوت الحرف ليس هو هذا الذي يكتب على الورق مثلا حينما أكتب حرف الب فحرف الب ليس هو هذا الذي يكتب هذا رمز لصوت الب هذا وجود رمزي وجود خطي وجود كتبي قولوا ما تشاءون هذا وجود كتبي للحرف أما الحرف في أصله فهو صوت هو صوت ينطلق من منظومة الصوت عند الإنسان الصوت يصدر من منظومة متكاملة عند الإنسان ما بين الحنجرة والحبال الصوتية ما بين التجويف الحلقي والتجويف الفموي ما بين اللهوات واللسان وحتى ما يرتبط بجهاز التنفس عند الإنسان وللأسنان مدخلية وللشفاه أيضا ولحركة الفكين إلى بقية التفاصيل وحتى جهاز السمع له مدخلية في منطقنا وفي أصواتنا هذه منظومة متكاملة معقدة الحروف أصوات بينما الألفاظ تكون منطوقة والنطق يتألف من أصوات فالكلمة تتألف من حروف والحروف أصوات هذه الأصوات تنسج بطريقة معينة إنها اللغة وأسرارها على أي حال أعود إلى الحديث الشريف إن الله تبارك وتعالى خلق اسما بالحروف غير متصوت وباللفظ غير منطق وبالشخص غير مجسد وبالتشبيه غير موصوف وباللون غير مصبوخ قلت لكم من أن الإمامة يريد أن يضع خطين متقاطعين على كل الإحتمالات التي يستطيع العقل من خلالها أن يضع تحديدا أن يضع تشخيصا أن يضع تجسيدا أن يضع تمييزا أن يضع تصويرا أن يضع تخييلا أن يضع وهما وتوهما قولوا ما تشاء خلاصة الكلام عقولنا في قطيعة مع كنه الحقيقة المحمدية صورة ذلك يتجلى في معنى فاطمة قيل لها فاطمة وسميت فاطمة لأن عقول الخلق قد فطمت قطعت عن معرفتها فهناك قطيعة بين عقولنا ومفردات إدراكها ووسائل تشخيصها وتمييزها وتعيينها للأشياء وبين كنه الحقيقة المحمدية إن الله تبارك وتعالى خلق اسما بالحروف غير متصوت وباللفظ غير منطق وبالشخص غير مجسد وبالتشبيه غير موصوف لا شبيه له لا نظير وباللون غير مصبوخ منفي عنه الأقطار ليس هناك من حدود في كل الاتجاهات لا في الاتجاهات المادية ولا في الاتجاهات المعنوية ولا في الاتجاهات البرزخية ما بين المادة والمعنى فهناك اتجاه مادي وهناك اتجاه معنوي وهناك اتجاه برزخي ما بين المادة والمعنى منفي عنه الأقطار مطلقا مبعد عنه الحدود محجوب عنه حس كل متوهم مستتر غير مستور لم تكن الحقيقة المحمدية مستورة لكنها مستترة بالنسبة لنا هي واضحة هي ظاهرة هي مشرقة هي غير مستورة لكنها مستترة مستترة بالنسبة لنا فما بيننا وبينها لا يوجد سبب اتصال هناك قطيعة قطعت عقولنا عن اكتناهها عن معرفة كنهها هذا هو المقطع الأول وهو واضح جدا أعيد قراءته كي أكمل بقية الحديث إبراهيم بن عمر يحدثنا عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن الله تبارك وتعالى خلق اسما بالحروف غير متصوت وباللفظ غير منطق وبالشخص غير مجسد وبالتشبيه غير موصوف وباللون غير مصبوخ منفي عنه الأقطار مبعد عنه الحدود محجوب عنه حس كل متوهم مستتر غير مستور ليس مستورا أساسا هو نور على نور عقول التي تعيش في ظلمة محدودية إدراكها وهذا هو الذي حدثكم عنه في الشأن الأول من شؤون عقيدة التوحيد الأسس أول هذه الأسس محدودية إدراكنا محدودية الإنسان هذا الكلام تقدم وهو واضح لديكم هذا المقطع الأول واضح صحيح صريح جدا يتحدث عن اسم مخلوق فيما بيننا وبينه قطيعة معرفية هم أخبرونا بالضبط مثلما مر الكلام في أن قطيعة معرفية فيما بيننا وبين وصف الله وإنما نصف الله كما يصفه المعصو الأمر هو هو لماذا؟ لأن الحقيقة المحمدية وجه الله لأن الحقيقة المحمدية هي الإسم الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم تجلى الله فيها بكل جماله وجلاله وعظمته وكماله هذا المقطع الأول واضح هناك قطيعة فيما بيننا وبين كنه هذه الحقيقة لا نستطيع أن نصفها نحن نصفها بما يصفها المعصوم بالضبط مثل ما قال أن نخعي لإمامنا الهادي علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم فعلمه الزيارة الجامعة الكبيرة من هنا أردد دائما من أنها دستورنا العقائدي الشيعي البليغ الكامل هذا وصف المعصوم استجابة لسؤال النخعي علمني قولا بليغا كاملا الحكاية هي هي عرفتم الآن المرادة من بيعة الغدير لماذا بايعنا على أن نأخذ التفسير والعقائد والفقه والفهم وكل شيء من علي بالضبط بعكس ما قامت به حوزة النجف بالضبط بعكس ما عليه مراجع النجف الآن والذين ماتوا والذين هم في الطريق بالضبط فإن حوزة النجف لا تنتج إلا هذا إلا ما هو منافر بدرجة مئة بالمئة لهذا المنطق الذي أضعه بين أيديكم إذن المقطع الأول صار واضحا وواضحا جدا نذهب إلى فاصل نحن هكذا نقرأ في زيارة الجامعة الكبيرة وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان ماذا نقرأ في عبائر هذه زيارة الشريفة الخطاب هنا ليس للحقيقة المحمدية الخطاب لأئمتنا لمحمد وعلي وفاطمة وأبناء فاطمة من المجتبى إلى القائم الخطاب لهؤلاء موالي لا أحصي ثناءكم لا أستطيع أن أفعل ذلك في كثير من الأحاين أرغب أن أشكر إمامي ثم أتراجع عن ذلك هذا يحدث معي كثيرا لا أدري كيف أشكره موالي لا أحصي ثناءكم هناك بيت جميل تعداد مجد المر ليس الحديث عنهم عن أي إنسان تعداد مجد المر من قصة له إذا كانت مزاياه تفوق عن التعداد إذا كانت مزاياه تفوق عن التعداد فتعداد مجده من قصة له إذا كان لهذا الإنسان ألف فضيلة من الفضائل المعروفة والواضحة ونحن نذكر له عشرين فضيلة هذا انتقاص منه تعداد مجد المر من قصة له إذا كانت مزاياه تفوق عن التعداد فكيف أشكر إمامي لأي فضل على أي نعمة على أي حال ليس الحديث عن هذا الموضوع موالي لا أحصي ثناءكم ولا أبلغ من المدح كنهاكم ومن الوصف قدركم فماذا سأصنع سأصفهم بما حدثوني بمستوى عقلي هذا هو الذي سأقوم به وأنتم نور الأخيار وهداة الأبرار هذا وصف لهم بحدود عقلي وهم علموني هم علموني ونحن هكذا مع الحقيقة المحمدية هكذا وأما معه سبحانه وتعالى فشأنه عجيب كما يقول إمامنا الصادق شأنه عجب جميل ما جاء في مناجاة الذاكرين جميل جدا عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه أقرأ عليكم من المفاتيح إلهي 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 لو لا الواجب من قبول أمرك لنزحتك من ذكري إياك هذه هي الحقيقة هذه هي الحقيقة في أفق التوحيد الأول في الركن الأول من أركان عقيدتنا التوحيدية وهي هي في الأفق الثاني فالحقيقة المحمدية وجه الله الأجمل الأجل الأعظم الأكمل الأنور الأتم والكلام هو هو مع محمد وعلي وفاطمة وأبناء فاطمة من المجتبى إلى القائم إلهي 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 لو لا الواجب من قبول أمرك لنزحتك من ذكري إياك على أن ذكري لك بقدري لا بقدرك وما عسى أن يبلغ مقداري حتى أجعل محلا لتقديسك ومن أعظم النعم علينا جريان ذكرك على ألسنتنا وإذنك لنا بدعائك وتنزيهك وتسبيحك من أجمل المناجيات لا أجد وقتا لإكمال قراءتها وأعود إلى دستورنا العقائدي الشيعي إلى الزيارة الجامعة الكبيرة موالي لا أحصي ثناءكم ولا أبلغ من المدح كنهكم ومن الوصف قدركم والكلام هو هو في جهة ثانية من نفس الزيارة الشريفة بأبي أنتم وأمي ونفسي كيف أصف حسن ثنائكم وأحصي جميل بلائكم هذه أبواب مغلقة بوجوهنا فاطمة فاطمة لأن عقول الخلق قد فطمت قطعت عن معرفتها المنطق هو المنطق والحقيقة هي الحقيقة نور على نور نذهب إلى فاصل بعد عرضي كل المعطيات التي وضعتها على الطاولة بين أيديكم سأقرأ لكم المقطع الذي انتهينا منه وأنتم محكم بأنفسكم هل هو محكم أم متشابه المحكم الواضح والمتشابه غير الواضح سأقرأ عليكم وتابعوني وبعد ذلك أحكم الصادق يقول إن الله تبارك وتعالى خلق اسما بالحروف غير متصوت وباللفظ غير منطق وبالشخص غير مجسد وبالتشبيه غير موصوف وباللون غير مصبوخ منفي عنه الأقطار مبعد عنه الحدود محجوب عنه حس كل متوهم مستتر غير مستور الله خلق اسما لا لا نستطيع أن نتواصل معه وهو ليس مستور إنما هو مستتر بالنسبة لنا لأن عقولنا ليست قادرة على التواصل معه من خلال تشخيصه وتعيينه وتحديده وتمييزه ووصفه بالمفردات التي نمتلكها كل مفرداتنا لا تشتغل هنا تعطلت وتوقفت عن العمل فهل هذا كلام متشابه أم أنه كلام محكم واضح كلام محكم واضح وواضح جدا هذا المقطع الأول أنتقل بكم إلى المقطع الثاني فجعله الله جعل هذا الاسم الذي مر الحديث عنه فجعله كلمة تام الكلمة التام هي الكلمة التي لا نقص فيها هي الكلمة التي لا عيب فيها فجعله كلمة تام إن كنا نتحدث في عالم اللغة فالمراد من الكلمة التامة هي الكلمة التي حين تلفظ تلفظ بحروف صحيحة من مخارجها الصحيحة وتحرك تحريكا لغويا صحيحا بحسب قواعد علم اللغة وتكون في هيئة صرفية على أتم وجه وبعد ذلك إذا ما جاءت في سياق كلام تكون مشكلة محركة بتحريك إعرابي صحيح وأن توضع في الموضع الصحيح من الكلام حينئذ ستكون كلمة تامة من جهة اللفظ واللغة والهيئة والإعراب والمعنى تلك هي الكلمة التامة في أجواء اللغة والكلام لكن الحديث هنا ليس عن أجواء اللغة والكلام إنها أجواء الحقيقة إنها أجواء التجل الإلهي حيث تجل الله بهذه الكلمة التامة فجعله كلمة تامة جعل الإسم المخلوق بالمواصفات المتقدمة فجعله فجعله كلمة تامة على أربعة أجزاء معا ليس هناك من جزء متقدم وليس هناك من جزء متأخر لماذا لماذا على أربعة أجزاء معا لماذا لأن الحقيقة المحمدية حقيقة بسيطة وما هي بحقيقة مركبة إنما تكون مركبة من جهة عبوديتها فما هي بحقيقة تمتلك الألوهية الكاملة هي حقيقة إلهية لأن الله جعلها وجهه واستقرت في ظله فلا تخرج من ظله إلى غيره هي حقيقة إلهية وهي حقيقة بسيطة ما هي بمركبة من أجزاء والأجزاء هذه تعبير لا نستطيع أن نتجاوزه لأجل ما سيكون من تفريع في الكلام في بقية الحديث هذه الأجزاء تجليات وما هي بأجزاء الحقيقة المحمدية حقيقة بسيطة والذي يدل على ذلك ما تقدم من الأوصاف فكل هذه الأوصاف بالحروف غير متصوت وباللفظ غير منطق إلى بقية الأوصاف التي أشار إليها إمامنا الصادق صلوات الله عليه تشير إلى بساطتها وإنما إذا أراد أن ينسب التركيب إليها فمن جهة العبودية لا فرق بينك وبينها هذه جهة البساطة أتعرفون ما المراد من البساطة المراد من البساطة هو عدم الحاجة لأننا إذا قلنا على سبيل المثال من أن الله سبحانه وتعالى مركب من أجزاء هذا يعني أنه سيكون محتاجا إلى تركيب أجزائه وإلى اجتماع أجزائه فيما بينها والله سبحانه وتعالى لن يكون محتاجا وليس محتاجا في أي مقام من المقامات فحينما نركبه عقائديا فإننا ننسب إليه الحاجة باجتماع أو إلى اجتماع أجزائه من هنا نقول من أنه حقيقة بسيطة بحسب تعابيرنا هذا هو الذي نقدر عليه الحقيقة المحمدية حقيقة بسيطة في وجهها الإلهي وإنما ينسب التركيب إليها من جهة العبودية والتي ستتسامى هي أيضا فتتجلى ألوهية فيها العبودية جوهرة كنهها الربوبية هذه من الكلمات التي تنقل عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه العبودية جوهرة كنهها الربوبية فجعله كلمة تامة على أربعة أجزاء معا ليس منها واحد قبل الآخر فإذا كان واحد قبل الآخر احتجنا إلى التركيب واحتاج الأول إلى الثاني والثاني إلى الثالث والثالث إلى الرابع لكن اللغة قاصرة هكذا تكون التعابير في أحسن ما يمكن أن يكون فتلك الحقيقة المحمدية ذلك الإسم المخلوق بتلك المواصفات التي مرت جعلت كلمة تام على أربعة أجزاء معا ليس منها واحد قبل الآخر إنه ظهور واحد إنه تجل واحد إنه الإسم الأعظم 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 فأظهر منها ثلاثة أسماء هذا هو الوجه الظاهر من الحقيقة المحمدية فأظهر منها ثلاثة أسماء لفاقة الخلق إليها الفاقة الحاجة إنني مفتاق إنني محتاج عندي فاقة هناك مشتاق عندي شوق وهناك مفتاق عندي فاقة والفاقة هي الحاجة الشديدة والشديدة جدا فأظهر منها ثلاثة أسماء لفاقة الخلق إليها وحجب منها واحدا وهو الإسم المكنون المخزون ذاك الذي استقر في ظله فلا يخرج منه إلى غيره أعتقد أن الكلام واضح وما هو بكلام متشابه كلام محكم فذلك الإسم الذي خلقه بتلك المواصفات التي مرت جعله كلمة تامة في أربعة أجزاء معا من دون أن يتقدم جزء على جزء وتلك هي التجليات أظهر من هذه الأجزاء ثلاثة أسماء فإذا الأجزاء هي أسماء والأسماء هي تجليات فتلك الأجزاء التي تحدث عنها الإمام هي الأسماء لكنه وصفها بالأجزاء ثم عاد فوصفها بالأسماء لأجل تسهيل الفهم على المتلقي فجعله فجعل الإسم الذي تقدم وصفه جعله كلمة تامة على أربعة أجزاء في الحقيقة على أربعة أسماء لكنه إذا قال أسم على أربعة أسماء قد لا يصل الفهم بشكل دقيق إلى المتلقي من هنا استعمل تعبيرا آخر لأمر اعتباري فقط فهذه الأجزاء هي هي هذه الأسماء فجعل ذلك الأسم كلمة تامة هذه الكلمة التامة ظهرت فيها أربع تجليات هي هذه الأجزاء الأربعة التي جاءت معا إنما هي التجليات التجليات تأتي معا الأجزاء الأجزاء يأتي بعضها قبل بعض ولكن التجليات هي التي تأتي معا التعابير بهذه الألفاظ لأجل تقريب الفكرة لأجل توضيح الصورة بالنتيجة فالأجزاء أسماء والتجليات أسماء نعود إلى الأسماء فجعله كلمة تامة على أربعة أجزاء معا ليس منها واحد قبل الآخر فأظهر منها ثلاثة أسماء لفاقة الخلق إليها لحاجة الخلق الذي سيتجلى من الحقيقة المحمدية السلاسل الفيض وسلاسل العلل كل التكوينيات وحجب منها واحدا وهو الإسم المكنون المخزون إذن وصلنا إلى هذه النتيجة سبحانه وتعالى خلق اسما بتلك المواصفات التي تخبرنا من أن عقولنا ليست قادرة على اكتناهه على الاقتراب من حقيقته وهذا الإسم مستتر غير مستور هو ظاهر مشرق لكنه مستتر بالنسبة لنا مستتر على عقولنا بسبب محدودية مداركنا فبعد أن خلقه جعله كلمة تامة على أربعة أجزاء تجلت في تلك الكلمة أربع تجليات هي في الحقيقة مجامع أسمائها فأظهر الله من تلك الأسماء ثلاثة لفاقة الخلق إليها وحجب الاسم الرابع فكان اسما مخزونا وسرا مصونا عنده سبحانه وتعالى أعتقد أن الكلام محكم ليس فيه من تشابه